أهلا بكم أجرى الاتحاد الأردني للمصارعة تصفية لللاعبين في فئتين تحت سن 17 عاما و23 عاما روماني وحرع وذلك لاختيار العناصر التي ستمثل المنتخب الوطني في البطولة العربية عن الأوزان جميعها وتستضيف العاصمة عمان المنافسات خلال الفترة من 22 وحتى 26 من شهر أيار المقبل وتواجد عضوان لجنة الفنية للاتحاد الأردني للمصارعة نايف علوش وحمز عوضلة في التقييم ومتابعة التصفيات النهائية لللاعبين حيث استقر الاتحاد على 38 لعبا لإشراكهم في البطولة يلتقي نادي الاتحاد نظره الهلال في لقاء يجمعهما ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي الليلة ويتقابل الفريقان للمرة السادسة هذا الموسم إذ سبق أن جمعتهما خمس مواجهات في بطولات مختلفة فاز الهلال بها جميعا وبلغ نادي الهلال الدور نصف النهائي على حساب نظره التعاون عندما فاز عليه بثلاثية نظيفة بينما تأهل الاتحاد بعدما أطاح بنظره الفيصل من ربع النهائي عندما فاز عليه بأربعة أهداف دون رد أكد التقارير صحفية إسبانية الثلاثة أن إدارة برشلونة تسعى لبيع اثنين من لاعبي الفريق إلى أي من أندية الدور السعودي خلال الصيف المقبل ويراقب برشلونة التطور الذي يشهده الدور السعودي حيث عقد مسؤولون برشا اجتماعات خلال كأس السوبر هناك وتبين خلال الاجتماعات أن هناك اهتماما بلاعبي الفريق وعلى رأسهم رفينيا وأوضحت التقارير أن أولوية النادي الكتالوني هي بيع اللاعبين الذين لن يحصلوا على فرص للمشاركة وقد يتناسبون مع الدور السعودي ويحصد برشلونة عائدا مديا جيدا من بيعهم مثل إنزوفاتي وكليمنت لينغلات تنطلق الليلة منافسات الدور نصف النهائي من دور أبطال أوروبا عندما يحل ريال مدريد ضيفا على بويم يونيخ المزيد في هذا التقرير بحماس وترقب تنطلق الليلة صافرة الدور نصف النهائي من دور أبطال أوروبا عندما يحزم ريال مدريد حقائبه ويرتحل إلى ألمانيا لمواجهة بايرين ميونيخ على ملعب أليانز أرينا ويسعى الفريق البافاري لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب قبل التوجه للعاصمة الإسبانية مدريد حيث يحتضن ملعب سانتياغو بيرنبيو مواجهة الإياب إلا أن مهمة العملاق الألماني تبدو محفوفة بالمخاطر نظرا لصعوبة الريال المتمرس في البطولة الأوروبية ويبحث بايرين ميونيخ عن تحقيق اللقب الأوروبي لمصالحة جماهيره بعد الموسم المحلي المخيب للأمال أما الريال فيبدو في أفضل أحواله الفنية والمعنوية ويسير بثبات نحو تحقيق لقب الدوري في إسبانيا بعد أن ابتعد عن غريمه برشلونة بفارق مريح من النقاط ويدخل البايرين المواجهة باحترام كبير للريال وهو ما أكده نجمه كيميتش الذي أكد أن إنجازات الفريق الملكي المستمرة في كل نسخة من دور أبطال أوروبا وأخرها الفوز على منشستر سيتي في ربع نهائي كانت بسبب العمل الكبير وليست بفعل الحظ وتعد هذه المواجهة الأكثر تكراراً في المصابقة القارية الأكبر حول العالم وهو الأمر الذي جعل العديد من عشاق اللعبة يصنفونها على أنها الكلاسيكو الأهم في دور الأبطال عملاق بافاريا الفريق الأكثر فوزاً على ريال مدريد من خارج إسبانيا بـ 11 فوزاً سيستهدف معادلة لقم الريال الذي تغلب عليه في 12 مرة خلال 26 مواجهة سابقة فهل ينجح البايرين صاحب الألقاب الستة بذلك أم أن سطوة ملوك العرش الأوروبي بـ 14 لقباً ستتواصل نحو اللقب الخامس عشر تأهل الروسي دانيل مدفيدف إلى ربع نهاي بطولة مدريد للأساتذة بعد التغلب على الكزخستاني أليكسندر بوبليك اليوم الثلاثاء ونجح المصنف الثالث على البطولة في حسم المباراة بمجموعتين دون رد بواقع 7-6-6-4 خلال ساعة واربع واربعين دقيقة لينتظر في ربع النهائي الفائزة من مباراة الإسباني رفايل نادال وتشيكي جاري لهاشكا